وإلى سوريا حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي لاعتداء إسرائيليا من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدف كثيرا من النقاط في المنطقة الجنوبية وأكد مصدر عسكري سوريا أن الدفاعات الجوية أسقطت بعض الصواريخ الإسرائيلية حيث أدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكريا بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية هذا وأفادت مراسلة الميادين بأن العدوان استهدف ساحة تمركز الآليات والتجهيزات والمواد الخاصة بإعادة الإعمار في إحدى المؤسسات على أطراف قرية الحجيرة غربية مدينة السيدة زينب